في مشهد يضاف إلى مشاهد المعاناة في البلاد المكتضة بالأوبئة والحروب تداول النشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لسيول الأمطار التي شهدتها محافظات عدة لمنازل تغرق ومركبات جرفتها المياه المتدفقة ما تسبب بخسائر كبيرة في الممتلكات الخاصة والأراضي الزراعية والمحاصيل محافظة إب شهدت وفاة طفلين بعد أن جرفتهما السيول فيما أطلق نشطون وحقوقيون دعوات واسعة لوضع حد لكوارث الغرق جراء السيول في المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيا والتي كان أشهرها غرق أسرة كاملة العام الماضي في أبيان تسببت سيول الأمطار الغزيرة بقطع الطريق الدولي الرابط بينها وبين عدن والمحافظة الشرقية عشرات النزحين في مديريتي خنفة روزنجبار وجهوا نداء استغاثة للجهات الحكومية بضرورة التدخل العاجل وإغاثتهم بعد أن تسببت السيول بجرف عشرات المخيمات بشكل كامل ما تسبب في فقدانهم لأماكن إيوائهم عدم بدورها شهدت أمطار غزيرة وسيول تسببت بغرق عدد من المنازل وسيارات فيما أفاد نشطون بأن الأمطار تسببت بأضرار كبيرة في مخيم النازحين المحاذي لمدينة الخضراء الذي يقتن فيها قرابة ثلاثمائة أسرة مديريات وادي حضرموت شهدت أيضاً هطولاً للأمطار مصحوبة بعواصف رعدية تدفقت على إثرها السيول التي جرفت شحنة وقود وعدداً من السيارات كما تضررت مئات الخيام الخاصة بالنازحين جراء الأمطار الغزيرة في محافظة مارب يأتي هذا في ظل توقعات باستمرار هطول أمطار خلال الأيام المقبلة في عدد من المحافظات وتحذير غرفة الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة خلال 48 ساعة داعية المواطنين إلى أخذ الحطة والحذر من تدفق السيول وعدم التواجد في الشعاب والوديان